موسيقى نشرة الأخبار مع صاتق الشمري موسيقى السلام عليكم سادة الأكارم نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية والبداية من عنوينها موسيقى المالية النيابية تؤكد وصلنا للمراحل الأخيرة قبل التصويت على الموازنة وحصة كردستان قيد المفاوضات موسيقى بعد تأبينهم في بغداد دفنوا رفاة الضحايا الأيزيديين في سنجارة ورئيس الجمهورية يطالبوا بالكشف عن مصير المختطفين موسيقى مع ارتفاع الإصابات الصحة تحذر من فقدان السيطرة على كورونا وتلوح بإجراءات صارمة خلال الأيام المقبلة موسيقى 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 أهلا بكم والبداية من ملف الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيث ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مسودة مشروع القانون وأكدت اللجنة وصولها إلى المراحل الأخيرة قبيل التصويت على الموازنة مبينة أنها أنجزت أكثر من تسعين بالمئة من عملها في الموازنة الاتحادية هذا واستضافت اللجنة وزير الموارد المائية لمناقشة تخصيصات الوزارة في مسودة الموازنة هذا وصوتت اللجنة المالية النيابية على تسع وثلاثين مادة بمشروع قانون الموازنة للعام الحالي وشملت استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث بنسبة عشرين بالمئة وإجمال العدز من ستة وسبعين تريليون دينار إلى خمسة وعشرين تريليون المزيد في التقرير الآتي من ثلاثة وتسعين تريليون إلى مائة وواحد ارتفاع في حجم الإيرادات المقرة في موازنة الفين وواحد وعشرين يقابله خفض للعجز المالي ليصل إلى ستة وعشرين تريليون دينار بعدما كان واحد وسبعون هي أولى معطيات مسودة الموازنة في آخر جلساته تخفيض العجز وكذلك زيادة تخصيصات بعض المحافظات وكذلك شبه حسم ملف النفط مع قليم كردستان قروض سندات الخزينة هي الأخرى انخفضت من سبعة وأربعين تريليون إلى تريليونين فقط لتشهد الموازنة لأول مرة منذ عام 2003 تدخل اللجنة المالية النيابية لكشف تعاقدات جولة التراخص قالت الحكومة أنها تقشفية ولكن أعتقد أنها ليست تقشفية ففيها كثير من الإيرادات استطاعت اللجنة المالية إذا ما عملت بهذه الوتيرة أن تضبط حقيقة وأن تحد من هذه النفقات المترهلة الاستقطاع المالي المقترح من الحكومة تحول إلى ضريبة دخل لا تتجاوز حسابها فقط على الراتب الإسمي فضلا عن استحصال الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال وزيادة تخصيصات محافظات الوسط والجنوب وما زال الضغط مستمرا على النفقات من جهة وتعظيم الإيرادات من جهة أخرى فضلا عن إجراء مناقلات بأبواب الصرف لتبقى مسألة سداد ما بذمة الإقليم للحكومة الاتحادية ضرورة ملحة لوضع الأمور المالية في نصابها الصحيح من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية في شأن ذي صلة قال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي إن حكومة كردستان لم تبدي أي تعاون مع حكومة المركز فيما يخص الواردات النفطية الكعبي وفي نشرة سابقة أوضح أن المفاوضات الأخيرة تمخضت عن أن يسلم الإقليم الآبارة والمصافي والنفطة إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على حصته من الموازنة مشكلة دائمية ليس كمشكلة وقتية ولكن مع الأسف الإقليم لم يتعاون مع الحكومة الاتحادية الإقليم يريد الصدر نفط براحته منافذ براحته القمرق براحته المحاسبة تكون عليها ضعيفة أو تمشية الأمور مثل ما اليوم نفط البصرة يتم يعطاء حصة منه إلى أبناء الشمال أبناء أقليم كردستان لا بد الموجود في أقليم كردستان يرجع للحكومة الاتحادية المفاوضات الأخيرة التي صارت مع أقليم كردستان أنه يتم تسليم جميع الآبار والمصافي والنفط الموجود في الأقليم إلى الحكومة الاتحادية وأنتم تسليمون حصتكم سنويا من الموازنة طبعا ما قبله التصويت يمشي الموازنة يمشي أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك توجه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لدعم وزارة الدفاع عضو اللجنة بدر الزياد قال لوكالة الأنباء العراقية أن الموازنة تضمنت تخصيصات مالية لكافة القوات الأمنية كما تمت مناقلة بعض المبالغ لقرض دعم الدفاع الجوي وطيران الجيش والقوة الجوية اتهم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي جهات سياسية لم يسمها بالاستفادة سابقة مما زاد العملة في البنك المركزي وقال علاوي في برنامج حقائق مغيبة الذي يعرض على شاشة الإخبارية أن تلك الأطراف تمتلك مؤسسات اقتصادية من دون أن تكون في المواجهة على حد قوله بعض الأطراف من هذه الأطراف؟ الأطراف كانت تستفاد خاصة من جانب المزاد يعني ممكن لكن مع الأسف ما عندنا أنا ما عندي الحصالة القضائية حتى الشخص الذي يجيب أسماء أنا عندي ظن بيهم ما رح يقيبون دعاوي وشكاوي عليه ما عندي استعداد لا أكو بدون شك بأن ما يكفي من أدلة بأن مزاد العملة سابقاً كان جزء مهم في نشر الفساد وفي ردها على تصريحات وزير المالية خاطبت اللجنة المالية النيابية الوزارة بشأن تصريحات الوزير علي علاوي حول تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي وبينت أن المخاطبة لغرض تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على أن الإبادة الجماعية التي حصلت الأيزيديين في آب 2014 ينبغي أن لا تتكرر وذلك عبر تشريع قوانين صارمة للحد من الإرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو مجموعة عرقية أو دينية وفي كلمة له خلال مراسم دفن عدد من الضحايا الأيزيديين في قرية كوجو في سنجار دعا الرئيس صالح إلى ضرورة إنصاف الضحايا والعمل محليا ودوليا من أجل الكشف عن مصير باقي المختطفين وتحرير الأحياء منهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى سنجار وتنظيم إدارتها هذا وأقيمت في قضاء سنجار مراسم دفن رفاة الأيزيديين من ضحايا متزارة كوجو التي ارتكبتها العصابات الإرهابية وتم الدفن في مقابر مخصصة في القرية خلال مراسم دينية تجمع من أجلها الآلاف من الأشخاص من عموم القضاء وكانت مراسم تأبين رسمية قد أقيمت لرفاة الضحايا في بغداد حضرها كبار المسؤولين العراقين في مقدمتهم رئيس الجمهورية برهام صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظم ونبقى في ذات الموضوع حيث أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول تسلم اثنتين من الناجيات الأيزيديات من الجانب السوري وقال اللواء رسول في بيان إن الحكومة تتول اهتماما كبيرا بملف متابعة مصير الناجيات الأيزيديات من خلال الجهود المستمرة والعمل الاستخباري والتنسيق تم تسلم اثنتين من الناجيات من الطائفة الأيزيدي من الجانب السوري في منفذ ربيع الحدود بحضور ممثلين عن جميع الوكالات الأمنية وتم تسليمها إلى ذويها وصل وزير الداخلية عثمان الغانم برفقة عدد من القادة العسكريين إلى محافظة واسط لمتابعة ملفات الأمنية مع الحكومة المحلية والقيادات الأمنية وفور وصوله عقد الوزير لقاءا مع ممثلي تنسيقيات تظاهرات في الكوت للاستماع لمطالبهم أعاد المتظاهرون فتح جسر الحضارات قرب ساحة الحبوب بمدينة الناصرية بعد غلقه للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي وقال مراسلنا في ذيقار أن المحتجين طالبوا بمحاسبة القتل وتوفير الخدمات بالإضافة إلى محاسبة الفاسدين كما طالب المتظاهرون بالكشف عن مصير الناشط المختطف سجاد العراقي وحول هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة من ذيقار مراسلنا علي حسن علي مساء الخير ضعنا في المستجدات لديك ما هي مطالب المتظاهرين في ساحة الحبوب هل انفضت تظاهراتهم الآن نعم صادق على الرغم من غزارة الأمطار في مدينة الناصرية حتى اللحظة لأن هذا الأمر لم يمنع خروج العشرات من المحتجين وسط الناصرية وقاموا حيث قاموا عصر هذا اليوم بغلق جسر الحضارات من خلال حرق الإطارات ومنع حركة المركبات والمواطنين هذه العركة التصعيدية جاءت للمطالبة بمعرفة مصير عدد من النشطاء خصوصا في حركة الاحتجاجات الأخيرة ومنهم الناشط السجاد العراقي كذلك كانت مطالب المحتجين لتقديم ما امتلطقت أيديهم ودماء المتظاهرين والمحتجين إلى القضاء العراقي والتعجيل بهذا الأمر وكذلك يعني أنه فتح ملف الخدمات ويعني أنه تخصيص المبالغ الكافية لشمول أغلب مدن المحافظة وحيث تحتاج إلى الكثير من الخدمات والمشاريع الاستراتيجية المهمة وعدم الركون إلى الحلول الترقيقية التي ليست محافظة الذقار بحسب المتظاهرين والمحتجين إليها يعني هذه الحركة الاحتجاجية أو التصعيدية عصر هذا اليوم لم تدم طويلا صادق حيث استغرقت ثلاث أربع ساعة بعدها تم رفع مخلفات الإطارات وتدخلت عجلات الدفاع المدني وأعيد فتح جسر الحضارات بشكل طبيعي وعادة حركة المركبات والمواطنين وكذلك عادة الحركة الطبيعية عصر اليوم في ساحة الحبوبية وسط الناصرية أهل حسن مراسل العراقية الإخبارية كنت معي عبرها مباشرة من ذقار أشكرك شكرا جزيلا مشاريع المدن الصناعية ذات نسب الإنجاز المتقدمة من المؤمل أن ترى النور في المستقبل القريب والتي ستسهم في تشغيل العديد من الأيد العاملة وتحريك حجالة الاقتصاد خمسة إلى تسعة مدن صناعية من ضمنها مدينة طبية من أهم التشريعات التي خرجت من مجلس النواب ولا زالت الآمال بتنفيذها تراود مخيلة الكثير لما لها من مردودات اقتصادية هائلة مدن صناعية المقرة في العراق خلال الفترة الماضية هي خمس مدن صناعية أهمها مدينتين صناعتين تقريبا شرفوا على الانتهاء الأولى وبشكل أساسي ستكون إن شاء الله خلال الفترة القليلة القادمة هي في ذيقار مدينة الناصرية الصناعية تكون هناك مدينة صناعية طبية المدينة الصناعية الطبية هي مهمة جدا كون العراق لا يمتلك هكذا مدينة متخصصة في كل المستلزمات شكلت لجنة خماسية في هيئة مدينة الصناعية من خمسة أشخاص تضمم اتحاد الصناعات العراقية واتحاد الجاه الأعمال ومدرع عاميين ثلاثة من وزارة الصناعة ومن الأموان العامة المجلس الوزراء وبدأنا خلال خمسة أيام بجهود حثيثة من الساعة التاسعة صباحا للتاسعة مساءا ووضعنا اللائحة الأخيرة التي سوف تعد كيفية إعطاء ومنح هذه الأراضي الصناعية إلى الصناعي وتعد المدن الصناعية من الصيغ الناجحة في إدارة العملية الاقتصادية ستوفر فرص عمل للعاطلين وتمتص زخمة الأيد العاملة في مختلف الاختصاصات هذا بصراحة مشروع مهم جدا تم إقراره وتم تحديد تسع مدن على ما أعتقد واليوم حقيقة كل مشروع يتم المضي بتنفيذه ترافقه الكثير من المشاكل والمعاوقات من أهم هذه المشاكل هو ما يتعلق بحسم الأراضي الهدف من إنشاء هذه المشاريع هو تعزيز الاقتصاد والاستثمار من جانب وتفعيل حجم التبادل التجاري وخلق تعاون اقتصادي بين دول الجوار للعراق من بغداد منشد الأسدي العراقية الإخبارية معاوقات كثيرة تواجه العاملين في القطاع الصناعي ضمن عملية تأمين المنتج المحلي في ظل منافسته الشديدة لنظيره المستورد ما دفع أصحاب الشأن إلى مناشدة الحكومة لاتخاذ إجراءات أكبر لدعم المنتجات المحلية وحمايتها رغم التحديات التي تواجه الأمن الغذائي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلا أن الحكومة عازمة على تدليل هذه التحديات من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية ودعم المنتجات المحلية والعمل على تلبية احتياجات المواطن من البطاقة التموينية متطلبات رغم تأثرها بالأزمات المالية وجائحة كورونا لكن توفيرها يتوقف على مدى الدعم الحكومي ما عندها أمن غذائي ما عندها أمن سياسي فالعراق إن شاء الله حقق الأمن الغذائي لمحاصيل استراتيجيا موضوع الاكتفاء الذاتي من المحاصيل استراتيجية الحنطة والشعير أصبح متكامل والآن باتجاه الاكتفاء الذاتي من محصول شرب الدراسة كثيرة هي المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع الصناعي وأصحاب معامل المنتجات الغذائية الذين يشكون من الروتين والفساد وضعف الاهتمام بحسب كلامهم فقرار رفع التعرفة القمولوجية على المنتجات المستوردة يتطلب أن ترافقه إجراءات بحق المنافذ الحدودية غير القانونية ودعم المنتجين المحلين الذين طالبوا بتخفيض رسوم المواد الأولية المستوردة بناء سائلوات ضخمة حتى نقدر نوفر خزين أساسي استراتيجي لمادة القمح اللي هي دعامة الأمن الغذائي الوطني كذلك توفير جهاز رقابي حقيقي لفحص المنتجات الداخلة وتقديم دعم حقيقي للقطاع الإنتاج والصناعة التحويلية في العراق حتى نستطيع أن نوفر أمن غذائي المشروع الوطني للطحين الأبيض الدولة حقيقة داعمته بس هو من الـ 2018 إلى اليوم دلنا تقدم بس تقدمنا خطوة بطيئة احنا لو ندعم الفلاع من البداية لعله يكون سعر الحنطة أقل اليوم احنا منتوجنا مال الحنطة حسب تصريح وزارة التجارة أنه حقق الاكتفاء حقق 5 ملايين طن العراق يحتاج إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا احنا ما محتاجين من دولة غير بس القوانين أكثر من القوانين تدري احنا صار سنتيا نراوح بنفس المكان روحوا الوزارة الزراعة تعالوا الوزارة التجارة مع تأكيد الحكومة أهمية الأمن الغذائي إلا أن هذا الأمر وبحسب مختصين يتطلبوا دعم أكبر للصناعين والمنتجين وتقديم التسهيلات لهم في مؤسسات الدولة التي لا تزال تعاني أغلب مفاصلها من البيروقراطية من بغداد حسن الفواز العراقي الإخبارية أصدرت وزارة الصحة عددا من القرارات والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا وتضمنت الإجراءات التوجيهة بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية وغلق كافة معاهد الدروس الخصوصية التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية متواعدة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المدارس الأهلية التي لا تلتزم بالتعليمات كما وطالبت الجامعات والكليات والمدارس بعدم السماح لأي طالب أو تدريسي الدخول للكليات أو المدارس بدون ارتداء الكمامة وفي آخر مستجدات الموقف الوبائي سجلت وزارة الصحة ألفاً وستمائة وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد بيان للوزارة أكد أيضاً تماثل ألف وعشرين حالة للشفاء فيما بلغ عدد الوفيات ثماني حالات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدة الأخيرة دفع وزارة الصحة إلى إصدار تحذيرات شديدة اللهجة حيال إمكانية دخول البلاد موجة جديدة من الوباء مؤكدة أنه في حال غياب الالتزام بالتعليمات الصحية فإنها لن تتردد برفع توصية للجنة العليا بإعادة فرض إجراءات مشددة ومن ضمنها حظر التجوال وزارة الصحة توجه ملاكاتها الطبية والتمريضية بالاستبرار على تقديم الخدمات التوعوية والعلاجية بعد ارتفاع نسب الإصابة إلى أكثر من ألف بفيروس كورونا رغم الإخفاض لفترات ماضية لكن تقول أن مع قرب وصول اللقاحات بالإمكان الحد من الجائحة العراق قد يكون مقبلا على موجة تفشي وباء جديد بعد الزيادة الملحوظة خلال الفترة الأخيرة بأعداد الحالات المسجلة كل يوم اللقاحات ستصل نهاية هذا الشهر ونبدأ بتوزيعها من خلال منافذ الصرف التي أعلنتها الوزارة في بغداد والمحافظات وحسب الأولويات وفي حال استمرار عدم الاكتراث بتطبيق الإجراءات الصحية وفي حال استمرار تسجيل الإصابات بشكل متصاعد لن تتردد الوزارة بالتوصي إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعادة فرض إجراءات مشددة ومن ضمنها حظر التجوال المستشفيات التي تمت زيارتها واصلت ملاكاتها في التواجد المستمر وتحدثوا عن إحالة المصابين الذين يعانون من الفيروس من مستشفيات أخرى نحن هنا مركزنا نقدم لهم الرعاية أن ننطيهم كامل العلاجات جدت فترة قلت بس هالفترة سترجع تسعد فيهم شي التباعد اجتماعي ارتداء الكمامة واحد يثني عقم إيدا أو يخسلها مثلا كل شيء مهم فلازم يتأخوني الحذر العلاج يعني كل الزين والاحتلال أوكسجين كل شيء موجود عندنا خير من الله لا طباء هم إلهم جدول وإحنا جدول مدير مستشفى التوجيه إنه توجيه مسؤول الكادر وجاء نقوم بكل الواجبات الصحة والبيئة حذرت أيضا من أن عدم الالتزام بالشروط الصحية يؤدي إلى الحظر الجزئي لمنع انتشار الوباء استمرار الحملات الوطنية لوزارة الصحة والبيئة باستهداف المناطق المقتضة بالسكان والأسواق الشعبية عبر المسوحات الميدانية إجراءات تضي إلى تأمين سلامة المواطنين بعد ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا من داخل مستشفى الحياة في بغداد محمد العيداني العراقية الإخبارية من أجل خفض أعداد الإصابات بكورونا مختبر الصحة العامة التابع لدائرة صحة صلاح الدين يباشر بزيادة عدد المسحات للمواطنين المشتبه بإصابتهم وسط جهود استثنائية للفرق الصحية في المحافظة للسيطارة على انتشار الويروس لخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا دائرة صحة صلاح الدين تعمل على رفع معدل تحليلات مختبر الصحة العامة في تكريت للعمل بطاقته القصوى لتحليل أكبر قدر من مسحات المواطنين والتي وصلت إلى ثلاثة آلاف مسحة يومياً مسحات كثيرة من هذا فيما يخص بماء كورونا وبالتالي يجلبها إلى مختبر الصحة العامة ورفع عدد المسحات إلى الحد الأقصى وصل أحياناً إلى ثلاثة آلاف مسحة يومياً منه هذا عدد كلش كبير وهذا الهدف منه حتى يكون التشخيص المبكر مما يساهم بالتقليل عدد الإصابات ومعالجة الإصابات إذا كانت موجودة منذ البداية فهذه الإجراءات كلها يعني تفيدنا بصب في صالح المواطن لتشخيص الحالات منذ البداية طبعاً بالتأكيد لدينا مختبر الصحة العامة تابع لقسم الصحة العامة يتم فحص هذه النماذج بأجهزة البي سي آر ليتم أيضاً معرفة ما إذا كانت هذه النماذج تحمل الإصابة أو لا تحمل الإصابة بفضل الله سبحانه وتعالى محافظة صلاح الديني يوم من المحافظات التي تسجل نسبة إصابة قليلة جداً فيما وفرت المديرية موقعين لخزد اللقاح الجديد موزعة على أقضية تكريت وسام الراء والذي سيشمل بالدرجة الأساس الفئات ذو الإختطار العالي فضلاً عن الملاكات الطبية تم تخصيص موقعين في دائرة صحة صلاح الدين لخزن هذا اللقاح في مستشفى طوارئ تكريتو في مستشفى سام الراء حسب التوزيع الجغرافي لأقضية المحافظة المختلفة وسيتم شمول العاملين في المجال الصحي بهذا اللقاح اللقاح الثاني اللي رح يوصل تقريباً متزامناً مع اللقاح الأول هو اللقاح استرازينيكا البريطاني سيتم توزيعه عن طريق المراكز الصحية بنفس آلية توزيع اللقاحات على الحملات التحصين المختلفة مثل اللقاحات الأطفال لكن رح يشمل بها الفئات ذات الاختطار العالي جهود كبيرة تبذلها المؤسسات الصحية بمحافظة صلاح الدين والتي أسمت بخفض إعداد الإصابات بفيروس كورونا عمر العزاو العراقي الإخباري صلاح الدين أعلنت وزارة الموارد المائية أن العراق سيوقع بروتوكولاً مع الجانب التركي لضمان حصة عادلة من مياه نهر دجلة الناطق الرسمي للوزارة علي راضي أكد أن ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية سواء مع تركيا أو إيران أو سوريا يعد من الملفات الحكومية المهمة مبيناً أن ملف المياه شهد تطوراً إيجابياً واضحاً بين العراق والتركيا خلال المدة الماضية أسبوع مر ولم تكشف ملابسات مصرع الطيار العراقي عمار إبراهيم الذي توفي خلال إجرائه التدريبات في اليونان حيث طالب ذوه الجهات الحكومية بضرورة التحرك من أجل معرفة مصيره لا تزال عائلة الطيار العراقي الذي توفي في اليونان تجهل مصير جثمان ابنها بعد تأكيد خبر إيجاد حطام الطائرة ووفاته من قبل السلطتين العراقية واليونانية شقيق الطيار المتوفي وصف جهود الوزارات المعنية وأكاديمية الطيران بأنها لم تكن بمستوى الاهتمام المطلوب إذ أوضح أنه لم يتلقى أي اتصال منذ لحظة اختفاء أخيه ولغاية الآن الطيار هو متزوج عدة طفل عمر سنتين ساكن في جمع بسمائه هو كان مدرس مدرس رياضيات خريج الجامعة المستنصرية رياضيات قدم على أكاديمية صال له سنتين يدرس بالأكاديمية يعني باليونان صال له يعني أربعة تشهر خمسة تشهر يطير ببحدة يعني مو هاي الجولة وآخر يعني جاي إيجي هنا صال له أربعة عشرين من رحل اليونان هاي الأربعة عشرين يوم ثلاث مرات وطار طالبناهم ليش ما جرأتوا سرعة النقذ وبحيث قالوا كان الوذر كل يشتعبون يعني الجو كل يشتعبون ما قدر أنه وصله زي أنتذا الجو كل يشتعبون ليش تخلي طير المقربون من المتدرب الطيار عمار إبراهيم طالبوا بإضاح تفصيلات ما جرى في الرحلة الجوية التي تسببت بوفاته اذ تشيروا ما بحوزتهم من معلومات أن الأجواء كانت غير مناسبة للطيران وقد أبلغهم الطيار المتوفي أنه قد لا يتمكن من الطيران ذلك اليوم نسمع الأخبار من التواصل الاجتماعي ما حدا يتصل بينا ويقولوا فلان ساعة رح تجيكم الجلدة ولا وزير ولا أحد ولا أحد قال هاي حقوق عائلته وأطفاله ووالدته لأنه حتى هو قاعد هالي الشقة مطلوبة بأقصاط ولحد الآن ما دافع يتأمل أنه رح تجيه ويدفع الأقصاط مالتها حتى مصدر معيشة معاعدهم عائلته قاعدة نطالب الساد المسؤولي من تدخل وزير النقل من السيدة المصطفى الكاظمي شخصيا أطلب آني منها لهاي العائلة رعايتها هذا ابنهم راح لا اتصال ولا زيارة ولا أي اهتمام تلقته عائلة الطيار الفقيد عمار إبراهيم حتى اللحظة حسب حديثهم الذي تساءلوا فيه عن شكل حقوق زوجته وابنه في ظل ظرف معيشي صعب كان الطيار المتدرب يحاول جاهدا أن يغيره نحو الأفضل ياسر عامر العراقية الإخبارية بغداد رحب رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق الوطن الليبية فائز السراج بتشكيل حكومة جديدة موقتة في ليبيا بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة السراج في بيان أعرب عن أمله بنجاح السلطة التنفيذية الجديدة وقدرتها على إحلال السلام والتمهيد للانتخابات هذا وقد اختير في جينيف محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيب رئيسا للوزراء في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري هذا وتوالت ردود الفعل الإقليمية والدولية إزاء اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد فيما تعهدت القوى الغربية بفرض احترام الاتفاق ومعاقبة منتهكيه وقد رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصي إليها بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد جددت إيران استعدادها للعودة للاتفاق النووي والتفاوض مع أمريكا بإطار خمسة زائد واحد وقال وزير الخارجية محمد جوالظريف إن الاتفاق النووي قرار كل المنظومة الحاكمة في إيران كونه نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران وأنهى عقوبات مجلس الأمني وحقق اعترافا دوليا بالحقوق النووية الإيرانية وضاف أن إيران مستعدة للحوار عبر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فلسطينيا رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بقرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة واصفا إياه بالانتصار للعدالة والإنسانية وقال اشتية إن القرار رسالة بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم وعدم الإفلات من العقاب مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية تتواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني هذا وأعلنت واشنطن اعتراضها على قرار اللجنة الجنائية الدولية بشأن الولاية على الأراضي الفلسطينية وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الرئيس جو بايدن سيبقى ملتزما بقوة بأمن إسرائيل معتبرا قرار المحكمة استهدافا لإسرائيل بشكل غير عادل وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت استمرار ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية في آخر مستجدات الملف اليمني أجرى مبعوث الولايات المتحدة الخاصة إلى صنعاء تيم ليندر كينغ نقاشات مع قادة دول الخليج وبريطانيا حول جهود إنهاء الصراع في اليمن وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوثها ليندر كينغ بحث مع سفراء اليمن والسعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين الجهود المشتركة لإنهاء الصراع وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قرر وقف دعم بلاده للحرب في اليمن بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة وفي الصراع بين واشنطن وبكين لوح وزير الخارجية الأمريكي بمحاسبة بكين في أول اتصال هاتفي مباشر مع نظيره الصيني وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه إن أنتوني بلينكين ضغط على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في مينمار وأكد أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على محاولات تهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهاد بما في ذلك مضيق تايوان احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش خرج الآلاف في مظاهرات بشوارع مدينة يانغونغ الرئيسة في مينمار وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة أونغ سانسوتشي التي احتجزت عقب الانقلاب وخرجت الاحتجاجات على الرغم من قرار قادة الجيش بحظر موقعي لتويتر وانستجرام وذلك عقب حظر فيسبوك هذه انتقالة لزميل حسين بديع معه أخبار الرياضة